بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي سنة 6 تبتدائي ازايكم؟ يارب ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا ذاكرتوا كل الوحدات اللي فاتت وتكونوا خلاص ان شاء الله استعدتوا للامتحان النهاردة بإذن الله هشرح لكم الدرس الأخير في الوحدة وفيه أهم البراجرافز الموجود في الوحدة تعالوا نشوف مع بعض كلمات الدرس التالت عندي هنا مشكلة كبيرة Big Problem Big Problem Problem يعني مشكلة Big كبير الأخ الأصغر Little Brother Little Brother Little Brother ولد مزعج جدا Past 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 خلي بالنا في كلمتان اسمها Best Best البي خفيفة بمعنى أفضل لكن Past مزعج يتبع Follow يتبع Follow يعني مش وراء Follow 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 طول الوقت All the time All the time All the time يضايق بذر 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 بدون استئزان Without asking Without asking Without asking يخبر Till 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 سابور Patient 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 لأن Because 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 أكبر في السن Older 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 عد Fair 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 انتباه Attention 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 يقضي Spend والماضي منها Spent 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 يجب أن لشخص مفرد Has to Has to للجمع Have to Have to يساعد Help 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 يجد Find 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 أصدقاء Friends 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 يكبر Grow up Grow up Grow up مجنون Crazy 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 هنا في درسنا بمعنى متحير أصغر Younger 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 أنا عندي صغير في السن اسمها Young إنما أصغر Younger نشوف الأفعال اللي في الدرس عندي عندي عد علينا فعل Follow Follow يتتبع الماضي بضف له ED يبقى Followed ده فعل منتظم Followed Followed Ask Asked Ask Asked Borrow Burud Buru Burud Bother Bothered Bother Bothered الأفعال الشزة Spent 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 Find Found Find Found Forget Forgot Forget Forgot Grow 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 ده الأفعال المنتظمة والشزة ناخد مع بعض الدرس الدرس بيتكلم عن ولد بيدي أخته هنا عندي كتبة رسالة لصارة بتقول There's Sarah There's Sarah عزيزتي سارة I am 13 years old I am 13 years old يعني أنا عندي 13 سنة And I have a big problem I have a big problem يعني عندي مشكلة كبيرة ايه المشكلة بتاعتها My little brother is a best يعني مزعج جدا He follows me all the time He follows me all the time يعني بيتتبعني طول الوقت يعني بيمشي ورايا طول الوقت And always bothers me and my friends ودايما بيديقني أنا وصحابي He goes into my room and takes my things يعني هو بيدخل قطي وبياخد حاجاتي Without asking بدون استئزان يعني بيدخل القطة بتاعتي وبياخد حاجاتي بدون استئزان كلمة without يعني بدون Without بدون إنما with يعني بي أو معا My mom tells me to be patient ماما بتخبرني أن أكون patient يعني صبور ماما بتقولي يعني أصبر عليه Because I am older لإني أنا أكبر منه في السن I am older يعني أنا أكبر سن It is not fair It is not fair هذا ليس عدلا ده مش عدل إن أنا أصبر عليه What can I do? What can I do? يعني ماذا أفعل؟ أعمل إيه؟ Going crazy المتحيرة أو المجنونة هنا ردت عليها صارة قيت لها They're crazy They're crazy عززت المتحيرة أو عززت المجنونة تنفع لتنين هتنصحها طبعا صارة بتقول لها Your little brother loves you very much أخوكي الصغير بيحبك جدا And wants your attention Attention هنا انتباه أو اهتمام هو محتاج اهتمامك هو عايز يشد انتباهك Spend time with him يعني اقضي وقتا معه يعني عادي معاه Tell him أخبري He can use your things إنه هو يقدر يستخدم أشيائك But he has to ask first لكن يجب عليه إنه هو يطلب يسأل الأول يسأل عن الحاجة وبعدين ياخدها Help him find some friends Help him find some friends ساعدي في إنه يجد بعض الأصدقاء And don't forget لا تنسي He will grow up ما تنسيش إنه هو هيكبر هيكبر وهيبطل يعمل الحاجات دي سارة دي كانت الفقرة بتاعتنا وطبعا قلنا الفقرة دي هنحل عليها أسئلة وبعدين نشوف أهم البراجراف اللي فيها تعالوا نحل مع بعض أول حاجة هنا سؤال تشوز Help your brother Help your brother friends يا ترى find this find finding found الفقرة كانت Help your brother find friends 2 It is not You like my brother more than me أنت بتحب أخوي أكتر مني هذا ليس Crazy Happy Fair Patient يبقى عندي هنا الإجابة fair 3 Your little brother bothers you because he wants your أخوك الصغير بيداك لأنه عايز إيه؟ يا ترى song Attention Name Problem هو محتاج Attention اهتمام 4 Do you want to be a teacher When you Up Do you want to be a teacher هل تريد إنك تكون teacher معلم When you يكبر يكبر يعني إيه؟ Grow Wake ولا get ولا talk طبعا يكبر اسمها grow up 5 5 B When you talk with a past كن إيه؟ بي هنا بمعنى كن كن إيه؟ عندما تتحدث مع past مزعج بي patient ولا fair ولا bad ولا crazy كن صبور اسمها بي patient 6 6 Please me your name هنا say ولا tell ولا talk ولا ask اخبرني اسمك اخبرني اسمها tell me 7 You shouldn't take your sisters things asking لا يجب عليك إن انت تاخد أشياء أختك بدون استئزان يطرى بدون اللي هي ايه؟ with ولا for ولا at ولا without طبعا بدون اسمها without آخر جملة خالد is a he bothers his friends all the time خالد بيداء أصحابه طول الوقت يطرى ده ايه؟ best ولا past ولا pets ولا list الشخص مزعج اسمها past اللي هي بالبيت تقيلة تعالوا نشوف كمان سؤال عند ده قطعة برضو على past المزعج نشوف الأسئلة was the past مين اللي كان past يطرى هاني ولا رامي ولا their mother ولا hanes friends هنشوف مين اللي كان past رامي without asking رامي بيعمل ايه بدون استئزان bothered هاني ولا followed هاني ولا took hanes things ولا wanted to be a past نشوف القطعة بتاعتنا بتقول ايه؟ when i was young عندما انا كنت صغير i was a past انا كنت ايه؟ مزعج that's true هذا صحيح i followed my brother هاني all the time انا كنت بتتبع اخويا هاني طول الوقت i bothered him and his friends يعني انا دايقته هو واصحابه i took his things without asking انا كنت باخد حاجاته بدون استئزان بدون سؤال i ate his biscuits and candies انا اكلت البسكوت بتاعه الحلوة my mom said to him you are older than rami ماما قالت له انت اكبر من رامي رامي اللي هو مين؟ اللي هو انا please be patient with him كن صبور معاه but now i don't bother him الان انا مش بديقه يا ترى مين اللي كان past لما ماما قالت لهاني اخويا انت اكبر من رامي وانا رامي يبقى المزعج كان رامي two رامي without asking رامي كان بيعمل ليه بدون استئزان؟ كان بياخد حاجات هاني اللي took his things three how did رامي bother his brother ازاي رامي كان بيديق اخوه؟ كان بيديقه ازاي؟ طبعا انه هو كان بيديقه اللي هو took his things without asking بس انا هقول هنا هو هو يعني he he took his things without asking كان بياخد حاجاته بدون استئزان؟ اخر سؤال what did هاني's mother say؟ مامة هاني كان بتقوله ايه؟ هنا هي قالت له please be patient with him اهي موجودة بالنص في القطعة انا ما كتبتهاش تحت انا خططت تحتها بس انت تكتبوا الاجابات اهي you are older than رامي please be patient with him من فضلك كن صبور معي فيه two paragraphs نشوفهم مع بعض جايبه النقاط اللي ممكن اكتب سواء جالي ايميل انا عارفة شكل الايميل واتدربت عليه قبل كده اللي هو ليه صيغة معينة ودي الجمل اللي بكتبها عندك your brother who is a past اخوك اللي هو بيديئك او مزعج my little brother is a past ممكن يقول لي sister he follows me all the time بيتتبعني طول الوقت he takes my things without asking بياخد حاجاتي بدون استئزان he always bothers me and my friends بيديئني انا وصحابي my mother wants me to be patient ماما عايزاني ابقى صبور that's not fair هذا ليس عادلا i'll help him find some friends انا هساعده يلاقي بعض الاصحاب يبقى هنا i'll help him دي مش موجودة عندي بس انا جبتها انا سوف اساعده علشان يلاقي بعض الاصحاب تاني باراجراف وده كان في اول درس my sister has the flu وده دايما بيجي لك بيقول لي اكتب ايميل لصاحبك او صاحبتك عن my sister has the flu او my brother has the flu اختي او اخويا عنده انفلونزا طبعا اول جملة هقول my sister has the flu اختي عنده انفلونزا it is not serious it is not serious الامر مش خطير she went to the hospital هي راحة المستشفى she takes medicine twice a day يعني هي بتاخد دواء مرتين في اليوم انت ممكن تكتبها مرة او تلاتة براحتك she is doing better today هي بتتحسن اليوم ده كان اهم حاجة في الوحدة بتاعتنا كان اهم التو باراجراف ممكن استعملهم كاميل او باراجراف وعندي حلنا على الدرس الاخير ويا رب اكون افادتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة